وانس أحمد رينايل الاسم قد إيه حلو بس مش مفهوم هتوعيد تصنيع النيل ولا هتعمل إيه؟ مش هنوعيد تصنيع النيل ولكن رينايل كان المنطلق بتاعها في الأول أن احنا بنتكلم في رينيوب الانيرجي ونحاول أن احنا نحافظ على المناخ بأقدر قدر ممكن شغلنا يمكن نتمحر شوية في عدة اتجاهاته ولكن اللي احنا وصلنا له في الفترة الأخيرة أن احنا بنقدم سيستمز وحلول تكنولوجيا في مجال البيئة والزراعة عشان نقدر أن احنا نحافظ على الريسورسز بتاعتنا ونقلل استعلاقها خصوصاً الميا بالنسبة للزراعة السمكية في نفس الوقت فيه نظم الزراعة الحديثة اللي احنا بنحاول أن احنا نقلل أي تكاليف طاقة بتخش فيها بنقلل ديزل أي انبعاثات كربونية بتخرج منها فبالتالي أن احنا بنحافظ للمزارع أنه هو يشتغل بشكل أفضل هو يحتاجك ليه؟ يعني إمتى يقول أنا محتاج حد زي مهندس أحمد يساعدني؟ أوكي هو بيحتاجني عشان السيستمز اللي أنا بقدمها في مجال الزراعة بتساعده أن هو أول حاجة أن هو بيميجر البرامترز اللي موجودة عنده في المزرعة بيقدر أنه هو بتديله ألارمنج سيستم بيئيس المعايير والمقاييس الزراعية اللي هو عايز يطمن عليه بالضبط بيعمله ألارمنج لو حصل أي ضرب في البرامترز دي بتديله إنذار وصلنا كمان أن نعمل كنترول على اليونتس اللي موجودة معاه بحيث أنه هي نقلل أي يومن ممكن يدخل معاه في السيكل بحيث أنه نقلل الفليار اللي ممكن يحصل فيها مايكان لكل الأنظم بالضبط كده نعم لانشان هاتنا نترجم نفسه بالضبط كده وبالتالي فهي بتقلل معاه الكوست بتاعت الطاقة وفي نفس الوقت حوالي 30% من السعلاك الديزل دي مهم لما تقول للفلاحة نقلل تكلفة ونديك معلومات دي حاجة مهمة وأعتقد مفهومة أكتر يعني بالضبط